بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه متقدم بالشكر جزيل إلى جمعية إودكاتك بإقليمي أو بمديريات أرحم ضرطنا الآن سيتناول مدخلا من مداخل المنهج الدراسي يتعلق بمدخل الاقتداء وهذا الضرط موجه لتلامدة مستوى الجدع مشترك مسلك أدب إذن مستوى الجدع مشترك أدب وعنوان الدرس هو تناول شخصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وعزته الإسلام إذن مدخل الاقتداء شخصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعزته الإسلام إذن كما هو من الناحية الديدكتيكية سنتناول هذا الدرس بالنقطة الأولى عندنا وهي عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذن أول نقطة سنحاول بيانها وهي الوضعية المشكلة إذن يدعي بعض المستشرقين أن شخصية عمر بن الخطاب تميزت بالقوة والعنف مما جعل الكثير من الناس في زمنه يدخلون في الإسلام عن إكراه وخوف إذن هذه هي الوضعية إذن أول شيء قبل أن نستخلص الإشكال المطروح في هذه الوضعية لا بد في البداية أن نشرح بعض الكلمات التالية إذن كلمات المستشرقين المستشرقين هم هؤلاء الفئة المثقفة الموجودة في الغرب والتي كان يرسلها الاستعمار إلى بلاد المسلمين لدراسة جغرافية تلك البلدان ودراسة تاريخها وحضارتها والدين والغرض وكل غرض حسب أهل التاريخ وأهل التخصص وهو التشكيك في تلك الحضارة وخاصة التشكيك في دينها إذن يضعي بعض المستشرقي أن شخصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصحابي جليل تميزت بالقوة وتميزت بالعنف مما جعل الكثير من الناس في زمان يدخلون في الإسلام عن إكراه وخوف لو طرح السؤال ما هو الإشكال المطروح عندنا في هذه الوضعية سنرى وهو جهل المستشرقين بشخصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحصروا هذه الشخصية في صفة القوة وفي صفة العنف في صفة القوة وفي صفة العنف إذن حصروا هذه الشخصية في صفة القوة والعنف بمعنى أن عمر بن الخطاب هذا الذي كتب عنه المستشرقون فقط معروف عندهم بالقوة والعنف وإكراه الناس في الدخول إلى الإسلام كما راجت في ذلك بعض الكتب آآة التاريخ الغير الصحيح فما هي الفرضية التي يمكن أن نفترضهم أو ما هو الحل الذي يمكن للتلميذ أن يسير عليه الفرضية وهو أن أمر بن الخطاب رضي الله عنه نموذج لعزة الإسلام يجب على التلميذ أن يعيج جيدا هذا الحل أو هذه الفرضية بل هو يقترح عزة الإسلام في كل جوانبه ووجب أيضا التأسك به في عزته للإسلام وهذا هو الذي نريده أولا شخصية عمر بن الخطاب لا يجب أن نحصرها فقط في القوة والعنف ولكن يجب أن قد نقول أن شخصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو نموذج لعزة الإسلام كيف اعتز أو كيف أصبح الإسلام معتزا أو أصبح عزيزا إن صح التعبير بواسطة شخصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه تانيا وجب علينا نحن عندما نقرأ هذه الشخصية وجب علينا أن نقتدي بها ووجب علينا أن نتأسى بها لأن الغرض من مدخل الاقتداء أحبة الكرام وهو الاقتداء والتأسي بهذه الشخصية التأسي بهذه الشخصية يعني أن ندرس جوانب هذه الشخصية ونتأسى بها خاصة الجوانب الإيجابية وصحابة رضي الله عنه جوانبهم أو حياتهم كلها كانت خيرا وإيجابية إذن شخصية عمر هو نموذج لعزة الإسلام في كل جوانب ولذلك وجب علينا التأسي بها إذن هذا الحل الذي اقترحناه للرد على تلك الافتراءات وتلك الادعاء التي ادعاها المستشرقون حول شخصية عمر بن الخطاب يمكن أن نؤكدها من خلال النصوص التي تؤثرنا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في النص الأول يقول عبد الله بن مسعود ما زلنا أعزة منذ أن أسلم عمر كان إسلامه فتحا وهجرته نصرا وكانت إمارته رحمة إذن كما نقول في النص الأول وهو الذي يمكن أن نعتقده أو يمكن أن نبينه وهو الذي يجب أن نفهمه في النص الأول يقول عبد الله بن مسعود ما زلنا أعزة منذ أن أسلم عمر كان إسلامه فتحا وهجرته نصرا وكانت إمارته رحمة فما هو المضمون الذي يمكن أن نشير إليه فالمضمون يشير إلى تجليات عزة عمر للإسلام عزة عمر للإسلام ظهرت في مضاير أولها أن إسلامه كانت فتحا وأن هجرته كانت نصرا وإمارته كانت رحمة إسلامه كان فتحا على المسلمين خاصة إبان المرحلة الدعوة السرية والجهرية وأن هجرته من المدينة من مكة إلى المدينة كانت نصرا للإسلام وأن إمارته بعد موت أبي بكر رضي الله عنه كانت رحمة للمسلمين جميعا إذن هذا النص إذا أخذنا أو هذا المضمون فيه رد على ما دعاه المستشرقون أن شخصية عمر كانت شخصية يعني تؤنف الناس وترهبهم وتقرهم على الدخول في الإسلام بل قول عبد الله بن مسعود فيه رد على هؤلاء أن إسلامه كان فتحا وهجرته كانت نصرا ورحمة فالفتح فكلمة فتح وكلمة زائد كلمة نصر زائد كلمة رحمة هذه كلها تتوضح عزة عمر للإسلام عزة عمر للإسلام الأمر الثاني وهو النص الثاني الذي بين أيدينا وهو نص دعا الرسول صلى الله عليه وسلم فقال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين والمقصود هنا في هذا النص الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي أصاب به من أصاب به عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين ماذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بأحد العمرين وهو إما عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو عمر بن هشام ولكن كانت شخصية عمر ليست هي شخصية عمر بن هشام إذن دعاء النبي أصاب عمر بن الخطاب لأنه ذو الفطرة السوية والقوية والجياشة ولم تصب الدعوة عمرو بن هشاب صاحب الجاه والنفوذ والكفر إلى غير ذلك إذن هذين النصين الذين لداني قمنا بقراءتهما ودراستهما واستخلاص مضمونهما يبين على أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان خيرا وعزة للإسلام فما هي المهام التي يمكن أن نتناولها في هذا الدرس الذي بين أيدينا إذن من المهام الأساسية عندنا من المهام الأساسية التي يجب علينا أن نأخذها بعين الاعتبار وهو أن يتعرف المتعلم على شخصية عمر بن الخطاب فالناس عندما يتحدثون عن الصحابة غالبيتهم يتحدثون من منطق الجاه ولذلك إذا أراد الإنسان أن يتكلم عن شخصية من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب أولا العلم بها إذن يتعرف المتعلم على شخصية عمر وقصة إسلامه ثم يتعرف المتعلم على فضل عمر بن الخطاب ومواقفه وكيف يمكننا نحن كتلاميذ أن نتأسى بهذه الشخصية العظيمة التي ألفت حولها مجموعة من المؤلفات وأحدثت حولها مؤخرا مجموعة من المسلسلات فهذه المهام المطلوبة عندنا من خلال هذا الدرس هو أن يتعرف التلميذ الكريم على شخصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويتعرف على قصة إسلامه ثم يتعرف المتعلم الكريم على فضل من؟ فضل هذه الشخصية فضل هذه الشخصية العظيمة التي عزت الإسلام وأكرمت الإسلام ووضعت أسس الإسلام وكيف يمكننا نحن أن نتأسى بهذه الشخصية إذن ننطلق بعد ذلك إلى تحليل هذه المهام وهذه المحاور ومناقشتها إذن أول نقطة يجب علينا أن ندركها وهو ما يتعلق عندنا بتعريف بشخصية عمر شخصية عمر وردت في كتب السنة وردت في كتب التراجم إلى غير ذلك ولا بأسنا أن نذكر التلاميذ الكرام بهذا التعريف البسيط فعمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله هو أبو حفص عمر بن الخطاب العدوي القراشي الملقب بالفاروق لقب بالفاروق لأنه كان يفرق بين الحق وبين الباطل وهو يعد تاني خلفاء الراشدين بعد أبي بكر رضي الله عنه وأحد العشرة المبشرين بالجنة وهو مثال للعدل والإنصاف لذلك المتعلم نحن لا نسوق التعريفة الذي ذكره أهل التراجم وأهل السير في شخصية عمر بل هو عمر بن الخطاب العدوي القراشي الملقب بالفاروق تاني الخلفاء وأحد العشرة المبشرين بالجنة وهو مثال للعدل والإنصاف والزهدي والتواضع وقد ولد عمر رضي الله عنه عام الفين سنة 13 هجرية سنة 13 سنة ولد عام الفيل ب13 سنة وأسلم في السنة السادسة من البعتة وهو ابن سبعين وعشرين يعني أنه أسلم في السنة السادسة من بعتة النبي صلى الله عليه وسلم وعمره كان أنذاك 27 سنة وكان إسلامه فتحا هذا هو الذي نريده كان إسلامه فتحا عظيما لماذا كان فتحا عظيما لأن الصحابة رضوان الله عليهم كان يتوجسون الخوف من كفار قريش فلما أسلم عمر بن الخطاب أزيل عنهم هذا الخوف وكان إسلامه فتحا عظيما أعز الله به الإسلام والمسلمين شهد المشاهد كلها مع الرسول صلى الله عليه وسلم عندما نقول المشاهد يعني المعارك والغزوات التي أحدثها النبي صلى الله عليه وسلم أو التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وغيره وستشهد في أواخر ذي الحجرة سنة 32 هجرية حيث قتل على يد أبي لؤلو المجوس اليهودي ودفن في حزرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر رضي الله عنه في حزرة أم المؤمنين بعدما استعدناها إذن هذا هو التعريف البسيط الموجز الذي يجب على التلاميذ أن يأخذوه بعين الاعتبار حتى إذا طرح عليهم تعريفا للصحابة رضوان الله ومنهم عمر بن الخطاب يجب أن يكونوا على وعي تام بهذا التعريف وإن كانت كتب التراجم السير تزخر بتعريف طويل وعظيم لهذه الشخصية إذن النقطة الثانية وهو قصة إسلام من قصة إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أنا داكا كافرا وعلى الكفر يريد قتل من يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه رجل فأخبره بإسلام أخته وزوجها يعني أخذ قيا رجل قال له أن أختك وزوجها قد أسلم ودخل في دين من في دين محمد صلى الله عليه وسلم فأتاهما وجاءهما مسترسلا فأتاهما وسألهما عما سمع من كلامهما قبل دخوله فحصل بينهما جدال حاد دفع بعمر بن الخطاب أن يضرب الأخت ويضرب زوجها في رواي أنه فقط صفع الأخت وبعد أن هدأ أو هدأت أعصابه طلب منهما أن يقرأ شيئا من القرآن فقرأ آية آيات من سورة طه وهذا هو المعلوم والمشهور في كتب السنة أن عمر بن الخطاب حينما سمع صورة طه طه وما أنزلنا عليك القرآن التشقائي لا تذكرة لمن يخشى قال ما أحسن هذا الكلام يعني وقع فيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على أن الإسلام أصبح عز الإسلام بدخول عمر فقال لأخته ولزوجها دلوني على محمد صلى الله عليه وسلم وكان النبي حينها في دار الأرقم ابن الأرقم فذهب عمر إلى هناك وعندما دخل قال النبي اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب فقال عمر أشهد أن لا إله إن الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أنك رسول الله فكبر المسلمون تكبيرا شديدا ومنذ أن أسلم عمر رضي الله عنه قويت دعوة الإسلام حتى صار المسلمون يجاهرون بها وبدأوا يخرجون إلى محيط الكعبة فيصلون جهارا وأزيل عنهم الخوف الذي أحدثه كفار قريش في نفوس الصحابة أندق وكانوا ضعافا ويصلون حول الكعبة بدون خوف فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما زلنا أعزة هذا هو الأساس الذي نريد وهو هذا الذي يدور عليه الدرس أعزة منذ أن أسلم عمر فعندما أسلم عمر أزيل الخوف عن الصحابة رضوان الله عليهم وعن الناس وعن الدعفة وعن أرادل القوم كما يقال فبدأوا يتقوون وبدأت شوكة الإسلام آنذاك تقوى في مواجهة أعداء الإسلام إذن هذا هو الصحيح والوارد في الكتب عن قصة إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فما هو فضله وما هي مواقفه لأن الغرض منا وهو كيف يمكننا أن نتأسى ونقتدي بهذه الشخصية العظيمة وإن كانت الشخصية العظيمة التي نقتدي بها هو شخصية النبي صلى الله عليه وسلم مصداقا لقوله تعالى قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لكن ورد في السنة النبوية بحديث منقطع أصحابك النجوم أي بأيهم اقتديتم اهتديتم وأعظم هؤلاء الصحابة رضوان الله يعلم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي فشخصية عمر بن الخطاب كان لها فضل عظيم فما هو فضل عمر وردت عدة أحاديث فهذا الفضل نستقيه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وردت عدة أحاديث في فضل عمر بن الخطاب ومكانته في الإسلام ومكانته في الإسلام فورد في السنة النبوية أن الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه وهو الفاروق فرق الله به بين الحق وبين الباطل فأعطيت هذه الصفة أنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطيت له صفة العدل وأعطيت له ومنح صفة الفاروق أنه يفرق بين الحق ويفرق بين العدل ويعطي الحق للضعيف قبل أن يعطيه للقوي ولو كان واليا وعاملا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في إقليم من أقاليم الدولة الإسلامية أنداء وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فج استهر وورد على الألسنة على أن عمر بن الخطاب إذا خرج من بيته كان الشيطان يسلك فجا آخر ومسكا آخر وطريقا آخر ولا يستطيع أندك الشيطان أن يلاقيه نظرا لقوته ونظرا لإخلاصه وحبه لله سبحانه وتعالى وحبه للحق وهذا هو الذي يجب علينا أن نقتدي به هذا هو الذي يجب علينا أن نقتدي به لكيف وصل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن لا يلقيه الشيطان وأن يسلك الشيطان فجا وطريقا آخر غير الطريق الذي يسلكه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه إذن كأنه تميز واتصف بهذه الصفات وأهمها أنه كان عزة للإسلام الأمر الثالث وهو في قول النبي صلى الله عليه وسلم قد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون فإن يكن في أمة أحد فإنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجاء في حديث آخر وإن يطعي الناس أبا بكر وعمر يرشده يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم الرشدة والصواب في اتباع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة في الحديث دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب فقلت لمن هذا القصر قالوا لشاب من قريش قلت لمن قالوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فضل عظيم يعني أعطي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه على لسان من؟ على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيضا في الحديث قال صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثديق ومنهما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قالت الدين معنى أنه كان يحمي الدين حماية عظيمة إذن هذه بعض من فضل غيض من فيض بعض من فضل عمر بن الخطاب الذي جاء على لسان من على لسان النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر أو قال صحابتي كالنجوم في السماء بأيهم اقتديتم واهتديتم فما هي مواقف عمر بن الخطاب الذي وصل بها إلى هذه الدرجة العظيمة عند من عند النبي صلى الله عليه وسلم مواقفه من هذه المواقف أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يعدو إلى ظاهر المدينة يعدو يعني يجري خارجها فقال له إلى أين يا أمير المؤمنين فقال بعير هرب من إبل الصدقة فأنا أطلبه يعني بعير للصدقة وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أمير للمؤمنين فأنا أطلبه فقال أتعبت الخلفاء من بعدك يا عمر وقال طلحة بن عبد الله خرج عمر بن الخطاب ليلة في سواد الليل فتبعته فدخل بيتا فلما أصبحت ذهبت إلى ذلك البيت فإذا أنا بعجوز عمياء مقعدة فقلت لها ما بال هذا الرجل يأتي لكي فقالت إنه يتعاهدني مدة كذا وكذا يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأدى أي الأوساخ فقلت لنفسي تكلتك أمك يا طلحة تكلتك أمك يا طلحة أعثرات عمر تتبع أعثرات عمر تتبع هذا يعني لاحظوا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أمير للمؤمنين يدخل إلى عجوز يأتيها يتعاهدها يقوم بتلبية حاجتها يقوم ب فكيف يمكن للشيطان أن يلاقي مثل هذه الشخصية العظيمة في الإسلام وفي عام الرمادة وهو عام العام الذي أصيب فيه المسلمون بالقحت والجوع وعام أصيب فيه بالطاعون فمات بعض من الصحابة رضوان الله كان رضي الله عنه لا يأكل إلا الخمز والزيت حتى سود جلده ويقول بئس الوالي إن شبعت وجاعه الناس بئس الوالي إن شبعت وجاعه الناس يعني أن يشبع الوالي ويبقى الناس جياعا فبئس هذا الوالي ومر عمر بجابر بن عبد الله معلقا لحما فقال عمر رضي الله عنه ما هذا يا جابر قال هذا لحم اشتهيته اشتهيته قال أو كلما اشتهيت شيئا اشتهيته أما تخشى أن تكون من أهل هذه الآية أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا يعني أن عمر بن الخطاب كان يلقن الصحابة قيمة ما يسمى عندنا بقيمة الزهد ويروى أخيرا أنه رأى شيخا من أهل الذمة يستطعم الناس أن يطلبهم الطعام فسأل عمر عنه فقيل له هذا رجل من أهل الذمة كبر وضعف فوضع عنه عمر الجزية وقال كلفتموه الجزية حتى إذا ضعوا فتركتموه يستطعم ثم أجرى له من بيت مال المسلمين عشرة دراهم إلى غير ذلك فالأخير لذلك الأصل عندنا وهو كيف نتأسى بعمر رضي الله عنه كيف نتأسى نتأسى بعمر أولا أن نتحلى بصفاته ونتحلى بأعماله وبخصاله نتأسى بعمر لأنه اتصف بالعبقرية والقوة والسيادة وأنه لا أحد يعمل عمله في جودتي وإحساني وبراعتي وأن الناس في عهده وردوا حياض الإسلام ونهلوا من معينه نتأسى بعمر في قيمة العدل والنطق بالحق والاتصاف بالإيطار والتخلق بالزهد والشعور بالخوف وهذا هو الأساس الذي يجب على التلاميذ الكرام أن يفعله ويزكوا أنفسهم به ويقتدون به لعله عسى أن يتصفوا به أو أن يؤدلوا سلوكهم ويؤدلوا أخلاقهم ليكونوا مواطنين صالحين فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بصفات عمر رضي الله عنه في عزته للإسلام ونتقدم بالشكر الجزيل لجمعية إذا كتك في مدرية إقليم أرحمنا ونسأل الله عز وجل أن يرفع عنا هذا الوباء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمي